نحن لكم مرة تانية ودلوقتي هنروح لمجلس إدارة صندوق التمية الحضرية اللي وافق أمس على إجراءات التسعير والطرح لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين خلينا نرى في تفاصيل أكثر من أستاذ إيهاب الحنة في منصق صندوق التمية الحضرية سبع الخير يا رحضيك يا فندم وأهلا بك معنا في سبع الخير يا مصر أهلا بحضرتك يا فندم يعني في البداية لو تطلعنا على بعض التفاصيل عدد المحافظات اللي فيها المشروعات هذه المحافظات إجراءات التسعير والطرح وألياته طيب خلينا في البداية أعوضح طبعا جميعنا كلنا عارفين صندوق كانت اسمه صندوق التطوير الملاطق العشوائية احنا صندوق تغير بعد كده بإسمه صندوق التنمية الحضرية بمهام جديدة بمجلس إدارة ومجلس أمنة برئاسة دولة رئيس الهدر في الحقيقة لما خدنا التكليف الجديد دي ممكن المبادرة الرئاسية اللي هي تطوير العمراني لعاصم المحافظات والمدن الكبرى وهي في الحقيقة كان لها فلسفة لأن يعني خلينا أقول أن يعني فيه أراضي كثيرة داخل المحافظات والمدن الكبرى الأراضي دي غير مستغلة زي اللي هي بتبقى مخازن أو يعني مناطق التشوين مصانع قديمة مغلقة مش شغالة بعض المصانع المش متوافقة مع أن هي تبقى وسط المنطقة السكنية فبالتالي ابتدنا في الحقيقة عملنا خاصر طبعا الموضوع كان كبير جدا كلها ملك الدولة فن؟ آه أراضي ملك الدولة أو قطاع العامي يعني تعتبر كلها أراضي ملكية للدولة ابتدنا في الحقيقة عملنا خاصر في البداية من غاية ما وصلنا يعني طبعا القصة كانت كبيرة أن نقطي لها معايير والمساحة الأرض اللي نقدر نشتغل عليها سواء للإسكان أو أن هي تبقى مناطق خدمات عشان خدمة المناطق اللي حواليها يمكن في بعض المناطق الأيام ما كنا سندوطة طول العشويات التدينة يعني في مناطق إحنا نقلناها للمشروعات الجديدة اللي بناها بالتنصيق مع المحافظات فإزاي إن إحنا يعني نستفيد من الأراضي دي وما يبقاش يعليها عشويات مرة أخرى فهو دي بس أنا حبي توضح سريعا كده الفكرة جات منين طبعا فيه جزئية تانية إن فيه ناس كتيرة في الحقيقة قالوا يعني الصندوق إحنا مشغال على المناطق العشوائية بس طب الناس الطبقة المتوسطة أو الأعلى اللي هم حبين برضو عندهم ثقة في الدولة وحبين إن هم يتعاملوا مع الدولة بس داخل المدن والعواصم إحنا يمكن فيه فرق شوية إن يمكن يعني الإسكان سواء من هاية المجتمعات أو الإسكان الاجتماعي بيختلف عننا شوية إحنا يعني مشروعاتنا داخل عواصم المحافظات والمدن مش المدن الجديدة طبعا من هنا تفحية ابتدينا احنا شغالين في 23 محافظة ده طبعا زي ما قلت الحيك بعد يعني حصر كبير جدا حصل للقطع القراضي ابتدينا اشتغلنا احنا شغالي الآن على 13 محافظة 23 محافظة عظيم عزيزي نعرف التسعير يا فندم التسعير ونظام الطرح هيكون عامل إزاي؟ طيب التسعير طبعا يعني هو ده يعني كل منطقة بتختلف عن الأخرى والوحدات المعمولة ده وحدات يعني شرائح مختلفة في الإسكان المتوسط في الإسكان الاستثماري فهي بحية متحددة تبقى لطبيعة كل منطقة لمستوى برضو الإسكان المعمولة وإحنا برضو فيه بروتوكولة عمل يعني ما بين الصندوق والي هو البنك التعمير والإسكان وهو في حيه البنك التعمير والإسكان هو اللي بيتولى الجزئية دي من خلال نايا طيب يا فندم الترح الأول هيكون في محافظات أيضا عدد الوحدات اللي هيتم ترحها تقريبا يعني كم وحدة؟ إحنا الترح الأولاني بقوله إذا ما قد حيكوا دي نسبة بسيطة كده إحنا تطرحين حوالي 1281 سكنية في محافظات سوهاج، سويس، المينيا، الخيوم، الضمياط، كفر، الشيخ، المنوفية، المنصورة، إنا دي يمكن المحافظات اللي إحنا حيطة فيها ترحي دي هو الفترة اللي جاية دي على طوال قريب جدا طيب هل عندنا مشاريع تانية لتطوير العشوائيات؟ لأ إحنا مرحب بما قلت حياتكم شوية إحنا مرحب بالتطوير آه إحنا الحمد لله بالتسبة للمناطق الغير آمنة لأنه في الحقيقة ملف العشوائيات ده ملف كبير جدا الغير آمنة خلاص انتهينا منها؟ الغير آمن آه إحنا خلاص المشروعات بسيطة جدا بنخلصها الفترة دي إنما إحنا شغاليش ملف تاني بقى دلوقتي اللي هو المناطق الغير مخططة والأسواق العشوائي وده طبعا ملف لسه إن شاء الله بننتهي منه في عشرين ثلاثين إن شاء الله طيب يا فندم يعني برضو أحب أعرف من حضرتك الأسعار بتبدأ من قد إيه؟ اللي حابب يتقدم على سبيل المثال يتقدم إزاي؟ إيه شروط التقديم؟ أهو بس دولة جميل أنا شان بس ما أقولش حاجة ما يبقاش يعني هو طبعا يجب أن أقول حاجة فيه جهة إحنا خلاص فوضناها للجزئية دي إنما يعني خلينا أوضح برضو إن الأسعار اللي هي أكيد الأسعار المتعرف عليها في السوق يعني بالعكس يعني ده حيب أضمن أكتر إن الدولة هي اللي بتتحر بتترح طبعا بذاب يبقى ضمن أكتر إنما ويمكن دايما في البدايات يعني إحنا برضو لسه بنشوف السوق أخباره إيه لسه إحنا ممكن ندخلين فيه جزئية اللي هو التطوير العمراني دي لسه ده ملسف جديد إحنا بدقين فيه يعني هو ده بالنسبة للأسعار يا فندم بالنسبة للشروط أو شروط التقديم أو الحابب يتقدم هل حضرتك يعني فيه آليات موضوع حتى لإنه لشان لو حد بيسمعنا حابب يعرف أكتر لا أنا أقول لحضرتك وحيك قلته في البداية يمكن في بداية كلامكم ساكن لكل المصريين كل مواطن حابب يقدم حسب الشرايح اللي حتبقى مطروحة الموضوع مفتوح يمكن يعني اللي هو السندوق التعمير أو بنك التعمير دخوله معانا لأنه حتبقى بنفس الآليات تقريبا اللي بيتم بها الإسكان الاجتماعي بس أعتقد يسو سابق أنه لازم يكون من أبناء المحافظة لا لا مواضيع دي يمكن هو يمكن هنا الموضوع مختلف شوية معانا إن إحنا ده طرح والأسعار اللي موجودة أي مواطن عايز يشتلي جميل كمان إستاذ موضوع الأسعار ده في البداية لكل المصريين فيها دي يعني كويس ممكن حديك قلتها بنفسك إنه سكن ده مفتوح لأي حد موضوع الأسعار ده جميل إن إحنا بنراعي السعر في المنطقة أنا عارف منه بكل تأكيد من مدينة لأخرى السعر بيختلف من محافظة لأخرى السعر بيختلف لكن بحسب سعر الأرض في المدينة اللي إحنا نشغالين فيها وبحسب المحافظة اللي إحنا نشغالين فيها بحسب سعر الشقق فإحنا نعمل نفس المظام لكن في نفس الوقت إن المواطن بيضمن التنفيذ في فترة زمنية محددة ما فيش أي تأثير في أي حاجة بيروح يستلم وهو متطمن لأنه بيتعامل مع الدولة أنا أقول لك حتى أشد من دي كمان إحنا ما بنترحش إلا بعد المشروع ما بيكون انتهى بالكامل يعني هيك المجموعة اللي مطروحة دلوقتي دي مشروعات منتهية يعني المواطن حيستلم ممكن يسكن في نفس اليوم طيب حابين نعرف برضو من حضرتك إيه هي المشروعات دلوقتي يعني القائمة لتطوير المدن والمناطق العشوائية ما قلت مع حضرتك هو إحنا نشغالين حاليا في 13 محافظة دول اللي إحنا نشغالين يعني خالين أقول ممكن تقع مني حاجة يعني مثلا زي المنوفية المنصورة أيوة فإن بخلاف هذا المشروع تحديدا هو سكن لكل مصري هل في مشروعات أخرى قائمة؟ مشروعات للسندوق أه لا نحن في مشروعات تنمية في الأموم يعني مثلا أكيد حضرتكم سمعتوا عن تطوير القاهرة التاريخية احنا نشغالين في خمس مناطق القاهرة التاريخية اللي هي ضرب اللبانة بابزويلة حرط الروم الحسين منطقة الحاكم دي خمس مناطق احنا بدين فيها برضو يعني كخمس مناطق مؤقتا لغاية ما نبتدي نستكمل بقية تطوير القاهرة التاريخية فيه اللي هو حدائق الفصات مشروع حدائق الفصات دي على خمسمية فدان واعتقد برضو الناس كلها شافته دولة رئيس الوزراء كان لسه هناك من أسبوع فيه عندنا ان شاء الله يعني مشروع جوهرة الفصات المقابل ليه فيه مشروعات كتيرة شغالة بجانب ان احنا خلاص بننهي بعض المشروعات اللي هي الخاصة بيه المناطق الغير آمنة بجانب المناطق الغير مخططة برضو اللي احنا شغالينها في بقية المحافظات شكرا جزيلا فاند مرسو زهب الحنفي منسق صندوق التنمية الحضرية ألف شكر لك شكرا جزيلا